أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن أنها نفذت هذا اليوم الخميس عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية الاستخبارية بأنها تجتمل على قواعد ومشيات عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشيات حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب ولن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحيد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها